السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الكرام ومتابعة قناة الصحتك في معلومة الأعزاء اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حلقة اليوم سوف نتعرف عن أهم فوائد الطحينة فلا تنسوا دعمنا باشتراك وليك وابقوا معنا لنهاية هذا الفيديو لو نيل على إعجابكم فوائد تناول الطحينة الصحية أو زبدة بذور السمسم فوائد الطحينة عديدة للغاية فهي عبارة عن زبدة السمسم المصنوعة من بذور السمسم المحمصة وتعتبر من المكونات الأساسية في تحضير طبق الحمص هناك نوعين رئيسيين من الطحينة مقشرة وغير مقشرة لكن الطحينة غير المقشرة تعتبر الأفضل لأنها محضرة من كامل بذور السمسم وبالتالي تحافظ على جميع قيمها الغذائية وتستخدم عادة في طهي العديد من الأطبيق سواء الحلويات أو الأطبيق المالحة أيضا المكونات الغذائية الموجودة في الطحينة بذور السمسم تزود الجسم بالعديد من المواد الغذائية لكن من الصعب امتصاصها وهي بقوامها الصلب لذلك فإن استهلاك بذور السمسم على شكل طحينة يسمح للجسم بامتصاص المواد الغذائية الموجودة بشكل أفضل وتحتوي ملعقتين طعام من الطحينة على 178 سعرة حرارية 16 غرام من الدهون الصحية 6 غرام من الكرباهيدروت 5 غرام من البروتينات بالإضافة إلى 30% من الحاجة اليومية لفيتامين باء الثيامين 24% من الحاجة اليومية لعنصر المغنيزيوم 22% من الفسور 14% من الحديد 12% من الكاليسيوم نسبة الحديد الموجودة في الطحينة تفوق بثلاث مرات نسبتها في الكبد الذي يتميز عادة بغنيه بالحديد كما تحتوي الطحينة على نسبة فيتوستيرول أعلى مما هي عليه في المكسروات والبذور الأخرى ولكن تكمن أهميتها في خفض نسبة الكوليستيرول الدور ولها خواص مضادة للسرطان وتعتبر الطحينة مصدرا جيد لمادة الميثونين والتي تساعد على إزالة السمو من الكبد كما تتميز بغنيها بفيتامين هاء ومجموعة فيتامينات باء الفائض الصحية لتناول الطحينة تعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم والكوليستيرول الدور تتميز الطحينة بغنيها بالدهون الصحية الأحدية غير المشبعة والتي تحتوي على الأحماض الدسمة الأمغاثرية والتي تعمل على خفض نسبة الكوليستيرول الدور وتحارب الالتهابات التي تساهم في الإصابة بالأمراض القلبية ونظرا لغنيها بمادة الفيتوستيرول النباتية فهي تعمل على خفض الكوليستيرول الدور عند استهلاك الطحينة يوميا لمدة أربعة أسابيع عند استهلاك الطحينة يوميا لمدة أربعة أسابيع تم ينخفض نسبة الكوليستيرول الدور بنسبة 10% ومع التوقف عن استهلاك الطحينة مجددا أدى ذلك ليرتفاع الكوليستيرول الدور من جديد إن عنصر الماغنيزيوم والكاليسيوم الموجودة في الطحينة يعمل على خفض ضغط الدم بشكل طبيعي في دراسة أجريت على مرضى يعانون من التهاب المفاصل المرتبط بهشاشة العظام اعطاء مجموعة من المرضى مادة غلوكوزامي ومادة تايلينول مرتين يوميا بينما تم اعطاء المجموعة الأخرى منعقتين طعام من الطحينة يوميا فتبين أن المجموعة التي اعتمدت على الطحينة كانت النتائج الإيجابية أفضل ولم تعاني من التأثيرات السلبية المرتبطة مع تناول التايلينول عزيز صحة العظام إن نسبة المغنيزيوم المرتفعة الموجودة في الطحينة تحفظ على صحة العظام وتعمل على زهارة كثافتها وفاعليتها والوقاية منها شاشة العظام خاصة لدى النساء بعد سن اليأس تعزيز مناعة الجسم إن المواد الغذائي الموجودة في الطحينة تعمل على تقوية الجهاز المناعية والتي تتضمن الزنك والحديد والنحاس والسيلينيوم فعلى سبيل المثال مادة السيلينيوم يجب أن تتوفر في العديد من الإنزيمات لأداء مهمها بفاعلية هذه الإنزيمات مسؤولة عن تنظيم استجابة الجهاز المناعية لتشكيل مضادات الأكسادة والأجسام المضادة للأمراض كما يعتبر الحديد والنحاس من العناصر الضارية لإنتاج خلايا الدم البيضوع الوقاية من بعض أنواع فقر الدم نظرا لغناها بعنصر الحديد ومجموعة فيتامينات باء فهي تتميز بدور أساسي في الوقاية من فقر الدم وتشوهات الأنبوب العصبية التي تصيب الجنين خلال فترة الحملة نتيجة احتوائها على نسبة عالية من المعدن القلوية مما تساعد على فقدان الوزن تعزيز صحة العصاب والعضلات إن مادة الثيامين فيتامين باء واحد الموجودة في الطحينة تؤثر على الجهاز العصبي والعضلات وتحسن من أدئه الفسور يقوي العظام والأسنان ويزيل السموم والفضلات من الكليتين إن مادة النحاسة تحافظ على صحة الأوعية الدموية والعظام وتعزز إنتاج خلايا كريات الدم الحمراء التي تزود الجسم بالطوقة وتزيد من فاعليته وقدرته على أداء النشاطات بعض النصاح والأسليب لإضافة الطحين للنظام الغذائي اليومي تشتهر الطحين باستخدامها في بعض الأطبيق المعروفة كالحمص كما يمكنك تحضير مزيج الطحين مع الليمون والكمون والثوم واللبن حتى الحصول على قوام متجنس ومن ثم إضافتها للعديد من أطبيق الخضارة المسلوقة كالقرنبيط أو البروكلي أو الكوسة أو الباذنجين أو الفول وغيرها أو حتى شرائح الدجاج أو الأسماك المشوية متابعين الكرام لو استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا دعمنا باشتراك ولايك وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة إن شاء الله اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد الله والله أكبر ولا إله إلا الله انتظرنا إن شاء الله في حلقة جديدة ومعلومة قيمة على قناة صحتك في معلومة